اشتركوا في القناة هذه الاحداث يفهمها في كل هذه الاجواء المضطربة كل وسط هذه التهديدات الاقليم المتهدد المتهدم احنا عايشين حياتنا بشكل طبيعي موالد بنحتفل مظاهرات بنتظاهر باحترام وخطبات رئاسية قدام برلمان شغالين الحمد لله احنا دلوقت عاوزين نفهم اكتر ايه اللي حصل النهاردة في الجمعية العمامية الطريقة لنقابة الاطباء علشان ما نحملش الامور اكبر من حجمها وهيكون في ضيافتنا في استوديو اخر النهار النهاردة تلاتة من اعضاء مجلس النقابة هم ضيوفي الليبنتشرب بيهم النهاردة., الدكتور خالد سمير عقدو مجلس النقابة للاطباء هل نسأل حضرتك وهي الدكتور رحمد حسين عقدو مجلس النقابة للاطباء هل نسأل حضرتك وهي الدكتور حسام كامل عقدو مجلس نقابة للاطباء حسام كمال يعني هتت esca Poly sickness طيب أنا ممكن أبدأ بحضراتكم بإنفو جراف كده عرضين في مطالب النقابة فوسط لغط حوالين بيانات كتير وبيانات وبعض البنود اللي دستت أو قيلت أو نسبت للجمعية العمامية النهاردة والاستادة بيقولوا إن فيها حاجات مش صحيحة خلنا يا جماعة نرد مع بعض الإنفو جراف اللي موجود معنا وحضرتك دكتور خالد تتكلمنا النهاردة عن ما انتهت إليه الجمعية العمامية من قراراتك قرار رقم واحد الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر المواطن في المستشفات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان قرار صحيح صدر أغلبية 56% من الجمعية العمامية تبدأ هيتم تنفيزه إذا ده؟ والله إحنا لسه المفروض مجلس النقابة وتم تفويده في أحد القرارات الأخرى يعني بوضع بروتوكول لتنفيذ هذا والتواصل عن طريق النقابة الفرعية والمستشفيات لأن هناك أسئلة كثيرة تريحت حول آليات التنفيذ فإن شاء الله سنعود ونتواصل مع كل الأطباء بما يجب عمله في هذا الموضوع لكن الهدف الأساسي هو مقولة أن الأطباء يريدون حرمان المرضى من العلاج نوضح أن نقابة الأطباء تريد إصلاح منظمة الصحة في مصر دون المساس بالمرضى فدي محاولة من محاولاتنا النهاردة سندها كثير من الأطباء في الجميع العمومية نحترم قرار الأغلبية ونحاول إن شاء الله أن نثبت للمرضى أن نحن في صفهم مش هيدفعوا تمن الخلاف الموجود بسبب خروج أقلية وارتكابهم لجرم فاضيع وعدم تطبيق القرار على أد حلوة القرار ده لكنه بيصير تساؤل إذا كانت المستشفيات فيها إمكانات قليلة إزاي تصرف الخدمة المجانة؟ إزاي تكون الخدمة المجانة؟ مين هتحمل هذه التكاليف؟ ما هو المفروض الخدمة تكون مجانة في المستشفيات العامة أساس الموضوع تم استحداث حاجة اسمها العلاج الاقتصادي العلاج الاقتصادي ده بمقابل مادي بيدفعوا المريض تسكرة في العيادة إلى آخره وبعد كده بقى ده هو الأساس وما بقاش فيه علاج مجاني إلا في حالات الطوارئ وبعد كده الطوارئ الأخرى بقى فيها حاجات زي الولادات وغيره تحطى عليها رسول فده الوضع الحالي إن ما فيش تقريباً علاج مكاني لكن القانون بيقول إن المستشفيات العامة العالاج فيها مجاني تمام قرار رقم اتنين يا جماعة بعد القرارات دي مش قرارات النقاب إزاي؟ إن هو كلام بتقول خير صح لكن هو اللي روج هذي الورقة هو حد من الخبس إن هو معظم كلامه يعني القرار اللي بتكلم هذي خير أه من ضمن القرارات لكن هذي الورقة والقرار التاني ده مش قرار يعني يعلن أطباء مصر لإضراب الجزئي العموي في جميع لا لا ورودة له في قرارات النقاب خالص تماما إطلاقاً ده واحد من ضمن القرارات اللي اتنشرت نهاردة في الصحف المصرية لا دي ورقة متسوسة على الأطباء أنا أقول لحضرتك طب قولينا بقى بس هقول لحضرتك أنا معي القرارات بتاعت النقابة المختومة وأرجو من جميع السادة الألمين في كل القنوات إنهم يتوصلوا عن موقع النقابة ياخدوا القرارات من موقع النقابة تمام اتفضل رقم واحد واحد هقول لحضرتك القرار اللي بدأنا فيه رقم واحد هو رقم حضاشر بس هؤلاء الحضرتك بالتفصيل امتناع الأطباء بالمستشفات العامة والمركزية والمراكز وإلى آخر وإلى كل الحاجات التي تابعة لوزارة الصحة عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانة دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تسكرة الاستقبال المجانية ومطالبة وزير الصحة وجميع مدير الإدارات والمستشفات بصرف الأدوية المطلوبة بتسكرة الاستقبال المجانية وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك على نبدأ التنفيذ اعتبار من اليوم السابت الموافق 27 فبراير 2016 دي خاصة بجزء دي بس اسمحي يا سيد محمد أسترسل بس تعقيداً على أو استكمالاً لكلام الدكتور خالد مين اللي هدفع المقابل؟ وهو دفعها المواطن على فكرة المواطن دفعها في الضرائب وكلام الخدمة الطبية المجانية ده مش كلام نحن ده كلام الحكومة للأسف ده مش فعلياً على الأرض نحن مش بنخاطب مواطنين عاشين في أمريكا ولا في ألمانيا نحن بنخاطب مواطنين عاشة في مصر بالزرور المستشفى دي يا فاندم نحن بنقول هذه الإمكانيات الأولاييلة نحن نقدم بها الخدمة الجانية الفرق رغم هذه الإمكانيات الأولاييلة الحكومة بتبيع الخدمة بمقابل المريض نحن بنستخدم كأداء من الحكومة لتنفيذ هذه القرارات نحن رفضين ان نستمر ان نكون هذه الأداء رغم ان الحكومة ووزير الصحة وغيره وغيره بيروج في الاعلام خطأا وزورا وكذبا ان خدمة مجانية مجانة العيام بيخش العناية المركزة بيدفع 5000 جنيه تأمين بيدخل الحضانة بيدفع فلوس عمليات الولادة بيشعر ب300 أو ب1000 جنيه في المستشفيات العامة احنا هنقدم هذه الخدمة مجانا تنفيذا لكلام الحكومة الغير منفذ على الارض وبنقول احنا مع اهلنا اصلاه ده مش كلام انش على فكرة احنا عايشين الوضع في المستشفيات واذا كان فيه بعض المضايقات او مشحنات بين الاطباء ومن الجمهور فده نتيجة ان الطبيب اللي قاعد سن محمد الناس بتقول برضو ان البند ده كان ممكن الاطباء ينفزوه او نقابة من زمان لكنهم عملوا دلوقت عشان يردوا الناس في الشهر لا يا فندم اسمحلي احنا نفزناه اكثر من مرة قبل كده نفزناه في اضراب 2011 ونفزناه في اضراب 2012 ونفزناه في اضراب 2014 وكان من احد الاضرابات مرفوعة اول مطالبة ميزانية زيادة ميزانية الصحة وتحسين عشان تأدل خدم المستشفيات احنا كلامنا ما بتغيرش ومبدأي ولو رجع الناس رجعت بالذاكرة او مش بالذاكرة مرصودة في وسائل الاعلام ممكن بقى تكملي البنود عشان نشيل اللابس اللي موجود ومعنى انه فيه النهاردة قرارات مبسوسة حاضر فندم هم 18 قرارك انا هنتقل حياتك الحاجات المهمة اللي مؤثرها مع الناس المطالبة مطالبة رئيس الوزراء باصدار قرار بالزام المنشآت الطبية اللي تابعة لوزارة الصحة ومنشآت الطبية اللي تابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية انه حين اي اعتداء على منشآة طبية يتم تحرير محضر من ادارة المستشفى بالاعتداء على المستشفى والعاملين بها تمام ويلتزم قسم الشرطة بقبول تحرير هذا المحضر بهذه الصياغة لا خلاف على ذلك لا خلاف على ذلك احنا بنقول رئيس الوزراء هل ده في صعوبة في صدر القرار لحماية المنشآت الحكومية اللي هي ملك الدولة اللي هم الشعب وحماية العاملين بها هل في صعوبة في صدر هذا القرار اللي بيحصل هي يا سيد محمد ان ما بتحصل حاجة واقعة زي اللي حصلت في المطارية وحصلت بعدها على فكرة وحصلت قبلها مش كل وصل لحضراتكم في الاعلام ان بيحصل ايه ان بيروح ادارة المستشفى بترفض تحرير محضر باسمها واذا وفقت بتروح المأمور او اسم الشرطة بيرفض فبتعامل ايه بيحرر الطبيب محضر شخصي ضد اشخاص الاشخاص التانين بيحصل بيعور نفسه بلاغ كايدي مقابل تبقى اتحولت لمشاجرة مين اللي هيبقى مضطر ان هو يتنازل اه بصراحة طبيب لان هو ما تعودش ان هو يجري في الاقسام ويروح النيابة ويه ويه فبيراحت ما هو بيضطر يتنازل تب ايه بقيت البنوط طيب اقول لي حضرتك اه في مطلب برضو هامل مطالبة باقالة وزير الصحة تمام المطالبة بالاجماع باقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة اداب المهنة بالنقابة نظر لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية لحماية الاطباء اسناء تدية عملهم ونظر الاقتراح اصدار القرار خاص بانشاهدة دريب الازام واطباء دوما عرضه على مجلس يعني حريت الرأي ده مواطن فرد لكن انا استطيع منعه من دخول النخابة هو بيقوله زكاة اي حد قاله تافل معارضة كنا بنقوله ايه داخل النخابة ونع رفع اي شعارات ونع اي ودافات داخل النخابة الاطباء لم ترفع يافطة واحدة لا بتعميم ولا بغير تعميم كل اليافطات رفعت مهنين وما فيش اي صوت عالي بحاجة غير الاطباء فضل معارضة محمد التعامل مع الازمة دي اه في عندنا افراد اخطأهم اوكي كان مفروض نحن نحسيبهم عطول التعامل مع الازمة خلال اسبوعين عدم استدعاء الناس للتحقيقات اللي من يومين او ثلاثة اه التراخي من قبل وزارة الداخلية والاسف الشديد من قبل النيابة العامة في التحقيق السريع مع المخطئين هو اللي اعطى انطباع ان فيه كارت اخدر بيعطى لهؤلاء الناس انت مش عيب ان واحد من مؤسسة يغلط لكن نعيب ان المؤسسة ما تحاسبوش صحيح وده اللي خلى الوضع النهاردة محتق نتمنى ان يبقى فيه اجراءات سريعة لبحاسبة الناس دي طيب خلينا قبل ما اروح الفاصل اسمع محمد من الشابقية مساء خير يا اسم محمد وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام فضل يا اسم محمد السيد محمد لو سمحت انا مواطن مصري عند فتة وخمسين سنة ومش عايب اي شيء ربنا قدامي كل شيء انا عايزه من اولاد وصحة وكل شيء وعمل مشروع من اجل الاطباء ومن اجل البلد بجال 12 سنة بعمل فيه ورحت لجميع الاماكن اللي تتخيلها عشان اوصل مشروع لفيادة الرئيس او لواحد حبيب اختصر طيب اوها ليه علاقة بلاحنا نتكلم فيها اسم محمد ولو رئيس بعد البرنامج التفل بي انا مش عايز اضيع وقت حضرتك طيب خلينا ناخد تليفون اسم محمد يجبعها في الكنترول لو عنده المشكلة الشخصية ونحاول نتواصل معاه وخلينا نروح للاستاذ سناء من الجيزة مساء الخير يا اسم سناء مساء النور سلام عليكم هل عند حضرتك اي تعقيب النهاردة على وقافة نقابة الاطباء طبعا ليه يا تعقيب اولا انا على ما اعتقد ان كل الديوف المحترمين اللي مع حضرتك عارفين كويس اوي ان فيه قانون مش كل يوم حده هيحصل له حاجة هنعمل وقافة ولازم دلوقت حالا يتحاكم حتى لو بقاله اسبوعين اسمع النهاردة فيه قانون وفيه حد هياخد لك حقك ليه بتعمل كده ليه انت كده بتهيج ناس تانية يعني حتى انت حتى حتى ممكن تكون فيه ناس تانية متصوصة معاكم هتروح تاني يوم برضو هيحصل طيب ما هوما بيقولوا برضو ان الواقع بقالها تلات اسبوع من فضلك ديها واحدة فضل يا فن انا مش مهاجم حد علشان انا بقول حاجة لا انا بقول ده وقع احنا بنعيشه مجرد ان حد بيعمل حاجة التانيين على طول بيقلدوه بعدين انا عاوز اسأل الدكتور اللي مع حضرتك محترامي ليكم محترامي للدكتور كلهم هل انت فعلا قادر على ان يوم السبت الجاي انه كل الدكتور هتقفل العيادات بتاعتها الخاصة وحاجة تانية بقى انا عاوز اسأل عليها ديها واحدة بس يا ده سعة عشر مارس وعاوز ا اه وعاوز ا اسأل اه وعاوز ا اسأل الدكتور هل حضرتك فعلا انا مش بكلم عليكم انتو التلاتة او الاربعة او العشرة اللي موجودين هل ان كل الدكتور اللي بكل في المستشفيات العامة اللي في القاهرة وفي الجيزة وفي المطارية وفي وفي كل مصر بتبقى متواجدة كل يوم في شغلها لا طبعا هل ان هم ما عندهمش هل ما عندهمش هم عيادات او عندهم مستشفيات خاصة بيروحوها على فكرة انا مش بتكلم كده من طب انت حالي تسأل اسئلة واضحة جدا وهم هيجاوبوا عليها هم هيردوا على اسئلة دي انا مشكورت جدا ان استاذ سناء اه لا تلات اسئلة هل انت قادر ان يوم تسعة عشر مارس تجبر جميع الاطباء على اغلاق المستشفيات الخاصة لا لا يا فندم لان هي ليست ملك في قبل كده سؤال مهم هو لب الموضوع وهو في قانون كل اللي احنا بنعمله ده عشان عشان في قانون لكن هذا القانون لا يطبق احنا رصدنا الاف الاعتداءات على الاطباء مش بس احنا بنرسل الاعتداءات البدنية بس لكن الاعتداءات اللفظية دلوقتي بقت شيء عادي رسلتما بان سناء الاجابة لكن لكن لا يوجد تطبيق للقانون ده في القانون العقوبات الاعتداء باللفظ على موظف عام اثناء تطبيقه ستة شهر سجن الكلام ده عمره لو اطبق مرة مش هيحصل الكلام ده هو ده علشان تطبيق القانون السؤال التاني السؤال التاني كل المستشفيات كل الاطباء بيروحوا للمستشفيات كل الايام لا يا فندم المستشفيات فيها اه ما انا اقول حالك بس مهود الصراح اسمع بس الاخر اه بص باشا اولا انا ما عندناش مستشفيات يعني انا ولا الدكتور حسام مع الناس مستشفيات خاصة ولا فتحين عيدات خاصة وتقول خالد ما عندوش مستشفيات هو من السؤال شخص يا بتكلم لا انا انا بجاوب لا انا بتسأل اه طبعا اه الكل الاطباء بيروحوا للمستشفات كل اللي قام في الاسبوع لا يا فندم اه في اهمال طبي في المستشفات ايو يا فندم في اهمال طبي في المستشفات انا شخصيا بسميها اخرابات وزارة الصحة وعمل صفحة على الفيسبوك مسميها خربات الصحة وزارة الصحة بوصوار الحاجات اللي فيها تمام ومش من أجل أن أنا قاعديني بالعكس من أجل أن أتصلح والله ما شخصي ده كلامنا عمتا يعني بس إيه السبب بقى لو أنت عايز ناقش الإهمال في المستشفات والأطباء ما بتروحش تعال ناقشنك كل لا ده بحتاج لا يا فندم لا لا سريعا 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 حضرتك حضرتك معلش أنا برضه أنا آسف يعني كمسل حضرتك لو بتاخد ألفين جنيه في الشهر بتاخد ثلاثة جنيه في الساعة في النبطشي ثلاثة جنيه في الشهر كل ما تحصلت من العمل الحكومي في وانت حضرت درست ثمان سنين وعملت بوست سنتين ثلاثة خدت عشر سنين عشر سنين في التعلم وتاخد ألفين جنيه وهيقولك تروح الستي بص فيش جدل على أنه في مشكلة تحص أجول الطباء أستاذ محمد ما فيش جدل على ده أنا منطفق معك يا فندم دي نقطة دي نقطة دي نقطة ما أنا هقول له حقوقتك هل انخفاض الأجر مبرر إن أنا سيب مكان اللي جاي له مريض لا 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 عشان بس توضع السؤال بتاعنا سؤال ساعتنا الخلاصة لا سأعني ماشي الخلاصة إن في مية طبيب في المستشفى عمل المستشفى بمية طبيب ده بيشلوه عشرين أو تلاتين أو أربعين في المية تمام؟ بيتأسم الشغل وده إنهاك للناس اللي موجودة تمام؟ وزي ما حادتك بقوله وأنا بوقرب كده إن ناس لازم مش لازم هي مضطرة عشان تأكل عيالها عشان تدفع الإيجار عشان إنه يشتغل شغل تاني صحيح بس ساعتك أنا طلبت تمام؟ رئيس الوزراء بشكل مباشر رئيس الوزراء السابق مهندس محلب تمام؟ وبعتوله إنزارة على العيد المحضر أنا كحمد حسين وابن مجلسة القبرة باشتراط التفرخ للعمل القطاعي يتشتغل في الحكومة يتشتغل القطاع خاص في كلام عيب الكلام ده؟ لا طبعا وقالتهوله في الإنزار وإدي أجر عادي ليكفي النسطة على البيتاني وواجهاً لوجه إيه رأي حالتك؟ وواجهاً لوجه مع رئيس الوزراء تخليت عن الأجر العادي وقتولي يا عم اشترط التفرخ على الأجر ده اللي هما الألفين جنياً اللي بياخدوه بكلام تمام جديد عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان ما حدش هيروح هو بكلام عن نفس عشان ما حدش هيروح لابتكلم عن قريب بقى يزعلمون يقول ده أنا عايز أقول أنا بحادي بس على صراحكم أنا بحادي بس على صراحكم أنا عاوز أخط بس دوتين حسام في الإجابة على صالح التالي في نفس النقطة دي دلوقتي فيه تأثير في المستشفى فهي تأثير في المستشفى ما حدش قال إن المقصر ما تحسبش صحيح سواء إدارياً أو حتى مهنياً نقابة الأطباء عنده لجنة أداب المهنة بتحسب الأطباء اللي بيأثرهم وبيهملوا في حق المرض يعني نقابة الأطباء هاي اللي بتبادر بحسبة المقصرين منه لكن أنا مش فاهم المنطق بتاع أن يعني الأطباء بيغلطهم فمش مشكلة تليني يغلطهم يعني حامل خلينا في مرحلة أنا معاك تماماً أنا ضد هذا المنطق أنا ضد هذا المنطق سواء دكتور أو سواء غير بالضبط خلينا نرسي هذا أنا أريد شوية أرقام مهمة جداً جداً بالسادة المشاهدين لأن الموضوع ده عشان يتفاكي الناس لازم تفهم تركيبة الأطباء في مصر ماتين وخمسين ألف طبيب مسجل في نقابة الأطباء عندنا المسجل فقط ستين ألف عيادة خاصة يعني ثلاثة أربعة الأطباء ما عندهمش عيادات خاصة من الأصل واخد بالحضر 토 في المائة من أطباء بيشتغلوا في مستوصفات بياخدوا خمسة جنية في الكشف الكلام إن في دكتور نسبة من الدكترا واحد في المائة والا تنين في المائة بياخدوا تلتومية والا ربعمية والا خمثومية انت كده بتعمم على اللي بيعملوا واحد في المائة على تسعة وتسعين في المائة من الناس اللي هم بيعانوا يمكن اكتر من الشعب لانه عنده بيشتغل تلتمية واربعين ساعة في الشهر. مش بيشتغل بياخد نباتشاة. بيقعد اه بيقعد بالستة وتلاتين ساعة شغال ورا بعضه. تامن النباتشاية ما بيجيبش تامن السندويتش اللي بيأكله في النباتشاية. احنا النهاردة انا اقول ان احنا كنا قدام جمعية عممية الاصلاح حل. لا احنا بالاساس كنا قدام جمعية عممية انا كنت رايح النهاردة عشان كرامتي وكرامة زملاتي. طيب خلينا اخد الاستاس محمد دي اجابة ممتازة جدا. الاستاس محمد معانا من القارة. مساء الخير يا اسم محمد. طيب واضح ان التليفون قطع. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي احوارنا. واضح جدا من الكلام اللي اتقال وحتى من اللي داخل التليفونية اللي اتقالت انه الكل بيطلب حاجة واحدة. القانون القانون والمقصر في اي حاجة في الدنيا يتحاسب. سواء بقى كان هناك ولا هنا ولا هناك. بعد الفاصل مكملين حوارنا عن الجامعية العمامية الطريقة لنقابة الأطباء. اهلا وسهلا بكم في السلام كاملين مع حضراتكم. تدعيات الجامعية عمومية لأطباء المصريين او في نقابة لأطباء المصريين. حرابكم قبل الفاصل مع المداخلة كنتكلم على موضوع الاهمال. الاهمال الطبي في المستشفى. احنا عندنا مشكلة ثقافية على موضوع الاهمال الطبي. الطب مهنة ذاتها مخاطر كبيرة. قد تقع على المريض او الطبيب او البيئة او المجتمع حتى يعني ممكن يتسبب في تشرط اطفال يعني برا بيبصوا للموضوع بكل جوانب. اه عندنا مشكلة في مصر ان هو تم تصدير الموضوع ان السبب في اي مشكلة تحصل اثناء اه الممارسة الطبية هو الطبيب. احنا عندنا تلات حاجات منفصلين عن بعض تمام. المضاعفات وهي اشياء مكتوبة في كتب الطب بكلها وممكن يتعرض اليها اي مريض بالنسب معينة طبعا. ونتائج مسكورة في الكتب والمرجعيات ودي بتحصل في اي حتة في العالم. النقطة التانية هي الاخطاء. الاخطاء البشرية. الاخطاء البشرية اللي هي اه اي بني ادم بشر بيشتغل ومش اهلة. وحتى الالات ممكن تعمل حاجات مايش مزبوطة بنسبة 100%. بس الحاسب هو ده. مهودة طريقة المحاسبة. يعني برا بيبقى فيه تأمين اه اه ضد مخاطر مزاولة المهنة اجباري على كل طبيب. ويتم تعويض المريض مباشرة عن طريق شركات معينة وهكذا. معروف الموضوع بيمشي ازاي. والحاجة التالتة اللي هي ممكن تخش تاخد الاهمال او الجرائم اللي هي التفريط او الافراد في ممارسة المهنة. يعني واحد ادعى مستوى اعلى من المستوى اللي هو تدريبه اشتغل في تخصص غير تخصصه. لم يتواجد في المكان المناسب. ادى الكلام اللي هي عمل حاجة ممنوعة قانونية تتعامل اجهاض غير شرعية ختان للبنات. الكلام اللي هي ممنوعة في القانون. ده حاجة لوحدها. الناس عندنا في مصر بتخلط كل الحاجات دي مع بعضها. وتقول ان ده اهمال طبي. فدور الاعلام وحضراتكم دور كبير جدا جدا. وتساعدونا لان احنا غرضنا اولا بنطالب وزارة الصحة في مصر باجبار اي طبيب بيمارس المهنة ان هو يكون مؤمن عليه. واحنا عندنا في القط الاطباء عاملين نظام للتأمين. بخمسة وثلاثين جنيه في السنة. بيقضي تعويض مئة الف جنيه للمواطن لو فيه اي خطأ غير مقصود حصل. مضاعفات او لقدر الله حالة وفاة. طب انا جاي نهار دكتور اللهي قبل ما نجي على طول محمد بسؤال من صديق يعني. كان عنده حالة اهمال طبي في واحدة من المستشفيات. واحدة من المستشفيات الخاصة اللي حصل فيها ثلاثة اربع حالات متكررة. مضاعفات ولا خطأ غير مقصود ولا جريمة. واحدة منهم خطأ غير مقصود. واحدة اهمال طبي. كلها كل التحيات قالت فيها كده. بيقول اسألهم لماذا لم تتخذ نقابة الأطباء. اجراءات شديدة اللي بتعمل معنا. هلو تقدم شكوى في الأداب المهنة؟ هم. عندنا لجنة في النقابة اسمها لجنة التحييق بأداب المهنة. بتقدم شكاوى بتتلقى شكاوى المرضى. زي ما بتتلقى شكاوى الأطباء ضد الزملاء. بتتلقى شكاوى المرضى. بتفحص شكوى ده عن طريق ناس. ويتم التحييق. ودي مستقلة عن النيابة. ودي مستقلة عن النيابة بس. عشان لناسة تبقى عضوحة. العامل الوحيد بالدولة اللي بيحسب من ثلاث جهات في نفس الوقت. النقابة؟. بيتم عمل محاضر وساعات من النيابة الإدارية. في نفس الوقت نيابة عامة وإدارية. دي في حاجات مخالفات إدارية ودي في في حاجات جنائية. بيتم محاسبته من وزارة الصحة. لو كان شغال في الحكومة بيبقى في جزاءات إدارية. لو كان شغال خارج يعني خارج المؤسسات العامة للخدمة الصحية بيبقى في حاجة اسمها إدارة العلاج الحر برضو بتتابعه ممكن تقفله المؤسسة بتاعته وتحيله سواء إلى النيابة أو إلى نقابة الأطباء دي حاجة اللي احنا بنعملها دي حاجة مهنية وأخلاقية محناش جهة محاسبة الطبيب على خطأ أو جريمة احنا بنقيم عمل الطبيب وعندنا أربع عقوبات ما فيش غيرهم بندي له لوم أو غرامة أو إيقاف مؤقت أو إيقاف دائم عن العمل ده بيتم في لجنة التحقيق وبعدين في محكمة تأدبية فيها اتنين مستشارين وضاهم مقودين وبعد كده استئنافية بعد طيب خلينا نروح لي دكتور موحي عبيد نقيب الصادلة مساء الخير دكتور مساء الخير دكتور موحي أيوة مع حدودك حدودك عندك تعليق على اللي حصل النهاردة في نقابة الأطباء أنا طبعا بصفتي نقيب صادلة مصر ونائب رئيس اجتحاد المعنى الطبية أنا حريص كل الحرص على كرامة أعضاء الاتحاد كل أعضاء الاتحاد وأيضا حريص على كرامة كل مصر أما إحنا في دولة قانون إذا أخطأ أمين شرطة يتحبس أمين الشرطة إذا أخطأ الطبيب يتحبس الطبيب وكان عندنا حالة ممثلة في الإسلالية يتحبس الطبيب أنا أقول إذا أخطأ إذا أخطأ الطبيب يحبس الطبيب إذا أخطأ أمين الشرطة إحنا في دولة قانون أنا نقاطي 200 ألف صيداني أعمل جمعية عمومية الصف وأطالب بمبيعة هذا الوزير لأننا شتبانها من طبيب ودخول صيدانية وتعدي على طبيب بطري ووفاته بالضرب ولكن إحنا سلكنا مثلك الحفاظ على الدولة حفاظنا على الدولة إن إحنا خلال 45 يوم حبس ضابط الشرطة ثم سنوات الكلام دي الحقب كان أول مبارك يوم 9-2 اللي أنا بحذر منه موضوع غير في الأهمية هو موضوع التدريب الإلزامي أنا رأى عن نفسي وعن قطي أنا بأطالب الوزير بتنفيذ التدريب الإلزامي على كل صيداني يعمل في الحكوم لإني معنى إن أنا بأطالب علي تدريب الإلزامي إن أنا عايز أطلع صيداني كف حريص على مطلحة المريض الموضوع اللي أخطر منهم إن الأطباء أعلنوا في جمعيتهم إن هم هيمتنعوا هيقدموا الخدنة بأجر ببدون أجر يعني معنى كده إنهم يتشوفوا الطوارئ يعني ما فيش تذكرة طبية عدم صرف تذكرة طبية لها بجنيه رب معنى كده إن المريض مش هياخد علاجه إذا المريض ما خدش علاجه أنا بقول للمرضى وكل شخص أي شخص أو أي طبيب يمتنع عن إعطائك التذكرة الطبية اتصل بالنجدة وإعمل فيه دلال إيه والأطباء اللي بيدوا تذاكر للموظفين اللي بيدوا تذاكر هل سهي إن المدولة تذكرة الطبية؟ أكمل كلامي دكتور موحي بس دكتور موحي في تذكرة استقبال أكمل كلامي ده مسامي هو عام مرد على موضوع تذكرة الاستقبال أنا 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 هتكلم ووقت تتحرككم المجال تتحركت تتكلم طيب تتكلم إن أنا ما بدهوش تذكرة إن هو يكشف بالطوارئ معنى إن هو مش هياخد العلاج الطوارئ ما بيصرفش علاج بيصرف علاج من الطوارئ أما إن هو ياخد تذكرة طبية ويطلع على الصيدلية لابد إن هو يكون دافع قيمة التذكرة سواء ثلاثة جميئة أو سرعة جميئة أو جنيه ورب أي أن كان القيمة معنى كده من المرضى مش هيكي الصياطلة مش هيقدر يصرف لهم علاجهم طيب أنا بشكور جداً دكتور موحي عباد بقيب سيدة مصر هل صحيح إن هو مش هيقطع تذكرة؟ اسمح لي بس علاق لأن في كذا حاجة لا أهو هيقطع تذكرة استقبال تمام؟ ويقدر يصرف منها العلاج من أي مكان من دولاب العلاج في الاستقبال من دولاب العلاج في الصيدلية الرئيسية دي قرار إداري ونظم داخل المستشفى إحنا بنقدم إحنا دورنا كأطباء إن إحنا نكشف ونكتب العلاج دور الصيدلي إن هو يصرفه تمام؟ مش دور الصيدلي ولا دور الطبيب إن هو يتخذ قرار إداري يصرفه من الصيدلية ديت ولا مش من الصيدلية ديت تمام؟ المفترض بقى الدكتور موحي عباد نقيب السيدلة يقول للمرضى لو امتنع الإدارة عن صرف العلاج اللي كاتبوا لك الدكتور وموجه للصيدلي يبلغوا النجدة ضد وزير الصحة وإدارة المستشفى أو إدارة المستشفى متمثلة وزير الصحة اللي عايز يعمل الدكتور موحي عليها عمومية يأيدها تمام؟ أنا بقى كمواطن قبل ما أكون طبيب أنا بطالب بإقالة وزير الصحة بس دوجه أرد بقى على وجهة نظري أرد على وجهة نظري إن هو مش بس بخصة التدريب ولا إهانة الأطباء لأنه هو وزير فاشل تمام؟ هو استمرار للوزراء الفاشلين في وزارة الصحة الحال بتاع المستشفى الحكومية وبسأل حضرتك دلوقتي لو لقدر الله حد قريب ليك تعب هتنصحه أو هتوديه مستشفى حكومي ولا مستشفى خاص طبعا مستشفى خاص بزبط هي دي الإجابة ترد الخدمة في المستشفى الحكومية المسؤول الأول عنها هو وزير الصحة بالإهمال الطبي بكل عناصر إمكانيات لا أكمل يا سيد محمد أكمل يا سيد محمد أيوة أيوة أكمل وجهة نظري أكمل وجهة نظري أكمل وجهة نظري بكل عناصر الإهمال بما فيهم الأنصر البشري التاني الحاجة بقى الوزير الصحة اللي هو الطبيب وزير الصحة العامل البشر كله بما فيها إمكانيات مادية وبما فيها بريد فشري طيب هأكد تاني برضو عشان المهم عند الكلام ده اللي قاله الدكتور محي ده جماعة وجهة نظر التي تحترم حتى الكل وجهة نظري أكمل وجهة نظري أكمل وجهة نظري أكمل وجهة نظري بعد إذن لا نسمع والأول وبعد نرد في الرد الأخير عندنا تلفون تاني نسمع بقى فيه رأي برلماني الدكتور أيمان أبو العيل النقبل برلماني مسألة خير يا دكتور أيمان أحمد الله بخير أحياتي حضرتك والديوف كلهم أصدقاء أعزائي أهلا وسهلا بك يا دكتور هل عند حديك أي تعليق النهاردة أو تقييم للجماعة العمامية الطريقة للنقابط الأطباء لا أنا أليه كذا تعليق حقيقة التعليق الأولاني أولا يعني أنا خايف فيه هجوم على وزير الصحة الرجل بقى له ثلاث شبور مع درس أحكم يعني أحمله جميع أعباء المنظومة الصحية المنهارة في مصر منذ عقود طويلة أول بند تاني بند مع لسه فيه برلمان يحسب الوزير أنا مش عارف النقابة متدخلة ليه مع الوزير اللي هو المفروض سلطة تنفيذية بعيدة عن النقابة أنت تحسبه في أخطاء المهنية الصحصية كنقيب أو كنقابة أنا مش فاهم ليه التحامل ده على الوزير فدي الفترة بالرغم من إحنا لسه يعني بنتحسس عن طرف البيان وعن طرف تفكيره في المنظومة الصحية إيه هل هنقدر نتعاور معاه أم لا أنا مع درس أحكم بس أنا سايف فيه هجوم متعمد على الوزير كوزير فأنا برضو ده أول تساؤل أنا سايف أن هي حكاية مطالبة إقالة الوزير دي من شغل النقابة خلص تقدر حايت حاسبه إذا كان عمل عملية غلط أو عمل المريض غلط إنما هل بتحمله هل إهمال الطب للأطباء؟ أم هل هو هل هي بيحمل للأطباء؟ ثاني واحدة ثاني واحدة ثاني واحدة ثاني واحدة ثاني واحدة ثاني وهل هو الوزير ثاني واحدة ثانية هل هو هكمل وجهة نظري وحل يكقول الإنت عايزة فضلا فضلا يضع ده أول حاجة وبعدين أنا سايف اللي هو يعني أم عاليس أحد الأعضاء من النقابة آآ بيقول إن هو ده حل من دار الحكمة حكيم وكده الحل اللي هو أساسه أنت بتعاقب الدولة ده فكرتك أنك تعاقب الدولة مسأتعاقب المرضى ده كلام جميل هنعمل إيه بقى في الانهيار الاقتصادي لو حصل أن نقابة مثلا الناس اللي هي محصلة للقطارات أو فركات الطيران قالت لهم بتحصلوه فوركبوا العمال مجاني ركبوا المواطنين مجاني هل ده حل يا جماعة هل الحل أن أنا أضر بالاقتصاد المصري وعشان أبين أن أنا بعاقب الحكومة هل هو الحل يعني عايز أرجع من الأول هو ركوب الطيران في الدستور في الدستور حقا للمواطن يا دكتور أيمن واقوب طيران في الدستور حقا اللي مواطن ولا الخدمة الصحية اللي هي حقا للمواطن يا فاندي مجانة حدرتك بسمين حقك أولا هو المواطن مش دافع الضرايف دي مش دافع الخدمة الصحية يخلص دفع الضرايف دا حدرتك انت المفروض دلوقتي بتضر بالدولة بإن انت متحصلش احنا مبنقولش بالدولة. الدولة اللي هي احنا على فترة. مش قيادات اللي بتدير الدولة. ده اول حاجة. نمر اتنين. في حاجة مهمة جدا. نرجع تاني من الاول. احنا عملنا اجتماع في مجلس النواب خاص بهذا الموضوع. وحديد تعلم قويس. وكلكم كنتوا حضرين. اه وتواصلنا. حصل اعتذار من الداخلية. حصل ان احنا تواصلنا مع نيابة شرق وفتحوا تحقيق. وكان هذا مطلب رئيسي للنقاوة وهذا الموضوع هنبتدي نتواصل سياسيا ونعمل الحل السياسي. لماذا لم نارضخ لهذا الحل السياسي? لا حصل تصعيد. كلمت الدكتور اسامة عبدالحي والدكتور خالي السامير يعلم ذلك. كلمت الدكتور اسامة طلبتكم ايه تانية ودكتور اسامة انت التصعيد ده اساسه ايه جمعية العمومية دي اساسها ايه? قالوا لا احنا لازم نصعد لحد ما الولاد نعرف اساميهم ويستدعوا في النيابة تمف طلب هذا من النائب العام عن طريق البرلمان واستدعوا في النيابة. واتعرف اسامي التمانية وتمفقó حلتهم للتحقيق. عملية تصعيد متولية لها غرض انا مش فهمه احنا والوقت يا جماعة البلد مش مستحملة!!! مش مستحملة نهائي , اي لا 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 اللو اما اما س يا عزيم اتستطيل ون Louise لحزا دكتور يا دكة رايمن يا نائب البرلمان نائب القانون إحنا مطلبειش في البرلمان بدير سيادة القانون اتقلب بئي دكة راحمن يا دكة راحمن قدامك مساعد وزيرة داخلية قال احنا واقفناه مع嘛 الامل بتهمة عدم الزبات الانفعالي مع ناس بلطدت ودخل اسلاح وختل فيت ناس من المستشفاة ومحاولينها لعدم السبات الانفعالي زي ما نبقى كده مش سابق الفعالية محاولينها المشادة يتعلم بحالات السبات الانفعالي لا باندم ده كلام فيه خط تماما في خط مينا احنا طلبناش خيرتم واحد رفع سلاح ودخل خطط ناج طي ان هو الدكتور ايمان بيحل اللي حصل بلبرلمان بيحضوروا يا دكتور بعد ايسا بيحاولون العدم السبات الانفعالي راح نبدأول يا دكتور ايمان هنالك حدوق في المدى الساعة الكلم دي احنا مش فاهم او ببقى انا بنترحض حدق ايمان محصلينش في مدى الشعب احنا مصنفناش احتزار وزارة الداخلية احنا معدناش عداء مع حد مكنرش في حد اموحبية طيب دكتور احمد ممكن تهدأ عشان اعطل كمل حوارنا الحامد عام بيها طيب احنا كده وقتنا بيضيع صدقني احنا كده وقتنا بيضيع صدقني صدقني احنا كده وقتنا بيضيع صدقني مفروض يتحاكم على هذا التصريح انتو عايزين ايه احنا عدنا في مجلس الشعب قلنا انتو عايزين ايه مش فاه يعني قضية جنائية ناس اتضربت جوا المستشفى تحول ان يعني ايه اعايزين ايه والامور بتحليم مش في قانون بيمشي ولا احنا اللي ينتفع عليه من المشيين يعني انا مش فاهم المنطق دي اول حاجة التاني حاجة مضوع قائد وزير الصلاحة سريعا في دلات نقط بسرعة اول حاجة الرجل لما دايما اتخذ اي موقف لحماية الاطباء البابودين في المستشفر المطارية وحتى ما كلفش نفسه يطلع بيان يتكلم عنهم الا من تمانية واربعين ساعة. الحاجة النقطة التانية ان هو ما كلفش نفسه النهاردة يجي جامعية العمومية للاطباء اللي بتتكلم عن كرامة الطبيب ويقول للدكتور ده يعني انا بعتزلك. هو لو حتى صبرت معناولي. النقطة التالتة والخطيرة ان هو طلع تصريحات من يومين بيقول ان انت عنده تمن تلاف خريج مصري لا يفتح لممارسة مهنة الطب الخصة دي خصة امن قومي. انا انا متشكر جدا لحالي بتقوله ده على زي ازبار واط. انا معاش ازبار نقطة الكلام اللي قاله ده انتما تلاف دكتور لا يفتح من مصري من الطب دي بحد ذاتها اهانة لقرامة الطبيب المصري. وتضر بالامن القومي لان فيه اطباء مصريين كتير شغالين برا مصر. دولة يكون اضعوهم ايه لما وزير صحة ديه. لا ده افشل وزير صحة ديه طبعا. اول حاجة بالنسبة لقاله الدكتور موحي على موضوع الاسماعيلية. طبعا الدكتور موحي يعني بعلاقاته في الشرطة انه هو اصلا مقدم شرطة بيقدر انه هو يعني يعني يحسن طريقة الامور. لان في الاول الزبط برضو اتبسك وبعد كده سابوه. بس من نهاية ولا حفين. ايو ما بقول لحد احنا احنا ما عندناش قدرة في التواصل داخل الشرطة. وكان يقصد كلمة خمسر عين يوم. عشان نزبط الامور بها زي. طبع. لو في ساعدنا. انا باتفق معاه في حاجات طبعا. ان اولا طبعا ان مسئولية تدهور النظام الصحي. ما نقدرش نلقيها على شخص واحد. صحيح. اه. الجزء اللي. اللي سابوه. انت حدك وضحتها. ان فعلا يعني لما يبقى عندنا دولة مؤسسات حقيقية. طريقة مسائلة وزارة الصحة. اه يعني الوزير الصحة. تكون داخل البرلمان. احنا لينا ان احنا انطالب المفروض بكده. ده مجرد مطالبة. والمطالبة المفروض ان احنا نكلم نواب. النواب لما تشوف الاسباب بتاعتنا تستدقى ايه. تقنع وتشتغل وتابعا. لازم يكون فيه طريقة قانونية ودستورية للمسائل. طيب. الملف الملف مفتوح. الملف مفتوح. ملف طبط مصر الصحة بصر ملف مفتوح. فيه في شهادة بس. انه هو يعني فعلا كان بيتصل بيا كل يوم عشان خاطر نظم وزير الصحة. طيب. انا بشكر. لا انت نفعلش بجمدوعة الوقت. لا لا انا احنا خاطرها لا اصدعك جدا. انا 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 اصدعك جدا. طب اتفضل. طيب. انا اتفضل. لو عزينا نصلح الوضع الصحي وبنطلب كل الجهات المعنية بقى. لو عزينا نصلح الوضع الصحي. مصر. نجيب وزير صحة. ليس له عمل خاص. تمام? بس الله. هو باخل. داخل على وزير الصحة. مش عزينا نرأيه عكبر. لا لا لا. خد جملة الحدي الاخر. خد جملة الحدي اشترت التفرق. اشترت التفرق للعمل. طب علشان وقت معلش. كله. كله. تشكر جدا لدينا خلد سمير. الدكتور احمد حسين. دكتور حسان كامل. واحنا اسفين احنا ازعجناك. والدكتور خرج عن سباته الانفعالي. هادا الملاخ المفتوح لان يخص صحة المصريين جميعا. بكرا ان شاء الله نشوف حضراتكم في حالة جديدة من اخر نهارة صباح على خير. اشتركوا في القناة